للحديث عن عدوان الاحتلال الصيوني على مخيم جنين وتوقيته والموقف الفلسطيني والدولي منه معنا من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد ناجي الضابة سيد ناجي بداية مرحبا بك يوم دام غير مسبوق نفذه الاحتلال ضد جنين ما دلالات التوقيت؟ يعني هذا التوقيت يأتي كما معلوم وهذا ما ذكره بالمناسبة الإعلام العبري أن الحكومة بدأت تعمل هذه الحكومة التي وصفت على لسان الجميع بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي تضم هذه المجموعة الإرهابية من الوزراء الذين هم أقطاب في الصهيونية الدينية يتوقع أن هذه العملية هي بداية ما سيكون عليه الحال في الأشهر والأسابيع القادمة مما يخطط له باعتبار أن مشاريعهم مرتبطة بالاستيطان مرتبطة بالتهويد مرتبطة بمصادرة الحقوق الوطنية الفلسطينية وبالتالي التوقيت اليوم هو أن هذه الحكومة بدأت تمارس ما وعدت ناخبيها من الاعتداء على الحقوق الوطنية الفلسطينية في اعتقادهم أنها جزء من مكتسباتهم ضمن الاتلاف الحكومي الآن في إسرائيل وهو باللعل اتلاف متطرف كان سابقا يقال أن نتنياهو إرهابي متطرف اليوم يأتي من هو أكثر تطرفا منه بنكفير وسموتريج طيب لماذا سحب الاحتلال بهذه السرعة من جنين مما يخشى هل يخشى شيئا هل يوجد في جنين مثلا يخشى الاحتلال منه ولا يوجد في باقي المناطق الفلسطينية جنين خلال السنوات الأخيرة شكلت بؤرة استقطاب للعمل المقاوم في الضفة الغربية وتشكلت فيها حالة وطنية من المقاومة تجاوزت حتى الفصائل الفلسطينية التقليدية إلى وحدة وطنية في الميدان في مواجهة الاحتلال جنين قدمت خلال الأشهر الماضية نماذج رائعة في البطولة سواء في الدفاع عن المخيم أو قيادة عمليات كما حدث في عملية الغور وعدة عمليات كان منفذيها في وسط تلبيب من جنين جنين لها تاريخ كبير في العمل المقاوم والكل يدرك أن مجزر الجنين في عام 2002 التي قام بها الجيش الإسرائيلي كانت تستهدف إنهاء المقاومة في ذلك المخيم الباسل بالمناسبة مخيم جنين من حيث المساحة هو أقل من كيلو متر في كيلو متر لذلك هذه البؤرة من المقاومة التي مثلت نموذجا ملهما للمقاومة في الضفة الغربية وخرجت كثير من المقاومين الذين قاموا بعمليات فدائية في أماكن مختلفة لذلك جنين تحوي فكرة المقاومة ولديها أيضا حاضنة شعبية حقيقية شهدنا في الأسابيع الماضية حالة غير مسبوقة من ظهور مقاتلين بعتاد كامل بتشكيلات عسكرية حقيقية وقدرة معنوية عالية محتضرة من الشعب الفلسطيني وأهالي جنين مستعدين للتضحية والفداء ويدركوا بشكل واضح أن مشروع المقاومة يمكن أن ينجح ويمكن التضحية من أجله في مقابل رسيد وطني كبير فلسطينيا هل تعتقد أن الشارع مقتنع بالبيان الرسمي الذي صدر إلى أي مدى ترى هذه الخطابات ممكن أن تغير الواقع؟ إعلان السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني أو أنه غير موجود من هذه اللحظة يعني هذا إعلان ليس جديدا الواقع هو الذي سيثبت تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم بعيد إعلان السلطة هو تصريحات واضحة بأنهم لا يخشون من مثل هذه التصريحات السياسية لأن الميدان يقول عكس ذلك هناك تجارب سابقة لذلك الاختبار هو في الميدان في الأيام والأسابيع القادمة الإعلان يفترض عندما يصل إلى مستوى التضحيات التي قدمت اليوم في جنين أن يكون له تبعات يعني وقف التنسيق الأمني يعني أيضا يفترض أن يترتب عليه إطلاق صراح المقاومين المعتقلين في سجون السلطة على تهم مرتبطة بمقاومتهم للاحتلال وقف استدعاءات المقاومين وقف مساومة المقاومين على تسليم سلاحهم الأمر الآخر وهو المهم هو القرارات المرتبطة بالجوانب السياسية والجوانب الدبلوماسية المرتبطة بوقف التنسيق الأمني ووقف التنسيق الأمني من قبل السلطة يعني بشكل أساسي هو رفع يد السلطة الغريضة عن المقاومين في الضفة الغربية وقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدورهم في الدفاع عن المواطن الفلسطيني والشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية على الأقل حتى ضمن اعتبارات أوسلو لذلك أنا في تقديري اختبار هذا الإعلان من قبل السلطة سيكون في الأيام القليلة القادمة ألا تعتقد أن هناك أساليب للدفاع أيضا جنبا إلى جنب مع الأساليب الدفاع المتعرف عليها يعني هناك محاولات كبيرة من قبل الاحتلال الصيوني لتغيير الديمغرافي وكذلك لمحاولات طمس الهوية للفلسطينيين وهذا مشروع ربما سير عليه حكومة نتنياهو بمواجهة هذا الأمر هل من أساليب دفاعية تتخذ كمعيار فلسطينيا من وجهة نظرك الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 74 عام وهو يقاوم الاحتلال يرفض الاحتلال ويقاوم لذلك الشعب الفلسطيني يقوم بكل أشكال المقاومة المزارع يدافع عن مزرعته وعن حقله المواطن يدافع عن بيته العامل يدافع عن رزقه المقاتل يدافع بسلاحه وهكذا بهذه المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي سواء في بعدها الشعبي أو العسكري أو كل أساليب المقاومة هي كلها من أجل مواجهة المشروع الاحتلالي المشروع الصهيوني اليوم لدى هذه الحكومة وبالذات الصهيونية الدينية مشروع عنوان مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية هؤلاء لديهم مشاريع لإحلال السكان في الضفة الغربية بقادمين يهود مهاجرين لديهم أحلام الصهيونية العالمية التي كانت قبل إعلان هذا الكيان عام 1948 الشعب الفلسطيني مضطر أن يقاوم بكل أساليب المقاومة مطلوب من الجميع أن يقوم بدوره الدبلوماسي الإعلامي السياسي طالب العلم من يحمل حجراً من يحمل سكيناً من يحمل زجاجة ملوتوف من يحمله سلاحاً آلياً الجميع يجب أن يقاوم الاحتلال لأن الاحتلال يستهدف الجميع المقدسات في الضفة المقدسات في القدس المقدسات من حيث الإنسان والأرض كل ذلك مستهدف من قبل هذا اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية ولديهم بالمناسبة خطط ينفذونها لذلك مطلوب جميعاً أن ننهض في مواجهة هذا المشروع من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد ناجي الضادة شكراً جزيلاً لك